نهر العطاء القويتي مورد خير لا ينضب جمعية الهلال الأحمر الكويتي تسير قوافلها الإنسانية من المساعدات الغذائية من جديد نحو الأسر المتعففة في البلاد بحضور عدد من سفراء القارة الإفريقية ضمن احتفالهم بالأسبوع القومي للدول العضاء بالاتحاد الإفريقي والذي أقيمت فعالياته في البلاد نتابع هذا التقرير ومن ثم لنا نعود إن شاء الله مد جسور التعاون وشاركة الإنسانية والخيرية مع مختلف الدول من أولويات جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي شاركت عددا من سفراء جنوب أفريقيا في توزيع المساعدات على الأسر المحتجة بمناسبة الإسبوع القومي لدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي واليوم الدولي لنالسون مندلا اليوم هو بداية الأسبوع الثقاف لسفراء دول جنوب أفريقيا حوالي سبع سفراء سيحضرون عندنا من أصل 15 سفير وهو يوم ثقافي طبعا فني وتراثي بالنسبة لهم وأختاروا أن تكون جمعية الهلال الأحمر الكويتي هي انطلاقة هذا الأسبوع كون عمل إنساني وكون دولة الكويت كمركز العمل الإنساني الأسبوع هذا يبتدأ بتوزيع المساعدات على مجموعة من الأسر المحتاجة يعني اخترنا مجموعة من أصل 5 ألاف أسراء نرعاهم من جانبه أشهد سفير جنوب أفريقيا بدور دولة الكويت الإنساني التي لم تتوانى عن تلبية نداء الواجب الإنساني في شتى أسقاع المعمورة لدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للتعريف بأهمية الأعمال التطوعية وتقديم الخدمات الإنسانية للأسر المحتاجة في الكويت التي هي مركز للعمل الإنساني وسمو الأمير قائد للعمل الإنساني في العالم الكويت تقدم مساهمات كثيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ومختلف الدول إذن دولة الكويت اليوم أصبحت بلا منازع قبلة للعمل الإنساني ومركزا مشاعا له يزداد ألقا يوما بعد يوم بمبادراتها الإنسانية ومشاريعها الخيرية بعد أحدى لتلفزيون دولة الكويت